السباحة مكملين معاكم حلقتنا النهاردة عن ترتيب الأطباق في المطبخ الإيطالي شوفنا في أول فاصل الأبتايزر النرمين والشيف محسن عملوا هن اللي هو البسترما بالبرمجانو والجرجير الكرباتشو الكرباتشو اسمه والفاصل الثاني شيف محسن عمل لنا الفرفال فرفالة بالكافيار والسالم من المدخن والفاصل الثالث شيف مجدي ساعد وصديقنا العزيز عمل لنا طبق يعني يتاكل أكل زي ما بيقولوا فراخ بصوص الكريمة والزتون الأخضر ورشة التوم كده مع السوا هنعمل بقى في الفاصل دوت الكونتورنو الكونتورنو اللي بينزل مع طبق زي الطبق بتاع مجدي شيف مجدي فخلونا كده نشوف مكونات ما هنعمل طبقين ثلاثة ثلاثة أطباق طيب قلنا كده هنعمل أول طبق ايه هو أول طبق هنعمل اللي هو البطاطس في الفورن سموها البطاطا الروستو انا لو ممكن احطها ناية عادي وهتستوي بس أنا عشان خليها تتقرمش فبنزلها بس بقطع التقطيع ده ده التقطيع الروستو وهي ناية بتقطع وبنزلها بس في المية ديقتين مية مغلية انا عايزة تطلع زي ما هي ناية برضو بس اول غشاء بس يبقى ايه استوي بس تنزل في مية مغلية شاف مو اه لمدة ديقتين ووعدين بطا اللحة بصفيها كويس وابدأ بقى اعمل الصينية بتاعتي هنحط شوية زيت هنا كده كله في الصينية وابدأ انزل البطاطس بتاعتي وابعمل كده عشان الزيت يخش فيها كل ايه برافو عليك يا ممي كده ايه بس بس برضو الملح ملح والفلفل نص مغلقة ونص مغلقة انا ممكن احطها احط واحد كده عادي وابعمل دي وبالعكس بيتطلعوا كله في ايه كده روزميري روزميري طبعا كده ال روزميري لازم برضو اه امشيه مع البطاطس بتاعتي وبعد كده باخد حتة زبدة ده التركو بقى او يعني حاجة اللي ايه بتطعم للايه للطبق ده بحط كده على الوش مثل مش حتة بسيطة هي هتسيح وهتنزل في الارضيه وهتدي برضو من تحت طعم وندخلها الفرن الفرن بتاعي بقى سخن مشوية مرميريه طبعا يفضل المرمرية تكون بس احنا عوضا هنحط المرمرية العادية ثلاث كده انا الطبق بتاعي الاولاني ده خلاص كده هكش الفرن تحت ولا فوق ولا فوسط وتتقلب 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 لما تاخد لون يعني تحت لما بحس ان اللون بقى بني في بلتة كده يعني اللي هي زي بتاعت اللي بيبودوا بيها اللي بيحاتوا بيها الجحتان دي بلتة السكينة بشيل وبقلبها عشان تاخد اللون التاني وخلاص بتطلع بتبقى حاجة هي اتسلقت عشان تبقى مقرمشة بتقسر وقت السيوبة اه شايف محسن البطاطس الروستو دي اللي حضرتك عملتها دي السايد ديش اللي بيتقدم مثلا زي اه دي انسب حاجة مع الطبق اللي مكدي عمل اه 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 انسب حاجة ده طبق يعني انا هعمل كده وحاسخن مية وبرضو في طبق تاني برضو مناسب لها اللي هو برضو الخضروات اللي هي مسلوقة طب يعني دي بتقدم مع البطاطس المشوية او الروستو اه تقدم مع لحوم او اه مع لحوم مع فراخ اقتريتها بتبقى مع فراخ الروستو اه اللي هي الرياش والحاجات دي اللي هي تتكش في الفورن بتطلع معها يعني عشان هي رستو فاي حاجة تبع الروستو بتبقى هي مناسبة قوي للأكلة دي تحط معها هيا وحلوة انها برضو سريعة اه وسريعة عملها سريعة وحلوة ويعني ما فقاش يعني فكرة وتطلع جميلة جدا بس هي الترك اللي ايه ممكن عادي جبا بنقول نعملها من غير ما نسلقها عادي بس لو سلقناها هتطلع مقرمشها الطبقة التانية احنا سلقنا بصلايا وغزرايا دي بنسميها قصدي جزرايا وغسالة وبطاطس ما عليش فانا هقطعهم اه نقطع على البلانشة هقطعهم كده دي بنسميها بنسميها كومبوستا الطبقة ده اسمه كومبوستا كومبوستا يعني بتاعت الخضروات واحد كومبوستا يعني عارف انه بطاطس وكوسة وغزر بعمل كده دي مسلوقة نص سلقة مش كده دي مسلوقة لا لا مسلوقة بس انا طبعا مش هاودها للزبون برده اه فلز انتشف فبنعمل ايه بيبقى فيه اللي هو زي الحل اللي هي البنيو مريا اللي هو بيبقى فيه الميا اللي بنيعمل فيه حمام بخارة اه الحمام بحط في الميا تسخن وتلحها سخنة بصفية وتلحها سخنة بططة في الطبقة ملح وفلفل وزيت زتون مفيش فيها اي يعني مفيش زيادات تانية طبعا ممكن احطه شوية برسيمل ايو يا كريم كنت عايزة بارسلي اه بقى دونس لا كنت عايزة اقول انه حتى الخضار السوتاي ده هو اللي حداك بتعمله يعني لو نزل برضه مع الطبق بتاع ماك دي هيبقى شكل طبعا هو ملاحظ بس في الكل اغلبية اللي بيحبوه الطلعين اللي هو الكونتورنو بيكون صحي جدا اه طبعا لان هو بيحتاجش دسم زيادة عن اللي موجود في المين كورس فالي هو السادش ده بيساعد بقى اكل جميل ويكون صحي او بيساعد بس نكون مطبوخ قوي بيعمل بالانس في الطبق بس بردك انا عايزة اقول حاجة بردك يعني طالينا شعب شبهنا شويتين او طبعا يعني عندهم برده زيادة في الحجم اه اه بس هما وهما بيتبقهم زيت زيتون الاوزان يعني؟ اه الاوزان عندهم فيه لا لا فيه انا ضربنا برده كم سنة اللي بيتوا هما ازاي نقول كريم ازاينا مع ان طبقهم الرئيسي الباستا لكن اغلبتهم مش تخان عكس الامريكان اه اه احجام بتاع كنتلينة اه نسبة ليه لكن هو بيحافظة لعوده بعد لانه برده بيأكلوهم صحي عشان كده اوزانهم كويسة طب الحمد لله هنروح نوات في ايطاليا بقى احسن مش ياخدونه احسن بيسي احنا نعمل ايه كذلك؟ ام 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 يستقبلوا احد ام 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 برضو نفس المسائلة وسخن المياه بتاعتي وسخن المياه وعندي فاصوليا وظيفة الكلام ده احنا نسخر الحاجه اه انا اصلا هو مسلوء بس هوا زي ما باوالك مش حقدر وديني الزبون انا بارد ما بتاقدمش بارد هو متقدم سخن فأنا بعمل إيه؟ بسخن الماية لي مسلوقة ينزل فيها وطلع على طول وطلعها يعني إذا أنا لو أنا سلقه وهو يعني هقدم الطبق على طول مش محتاج الخطوة دي آه لو أنا ليش سلقه سخر ايوه بسرق مش محتاج الخطوة ده اللي بيعملوا في المطعم بيكون مجهز كمية وعشان لو عنده رش شغل كتير بيكون مجهز كمية نزل في الماية السخنة على طول بعطع بس ويقدر سرد الشكل اللي أنا عايزه بروح غنيفة ماية السخنة بيتلقى طبعا؟ انا ہوا دي كل اسفتة خلاص دي خلصت خلص محنا ممكن نستخدم نفس الااه ايه؟ نستخدمها هيا هي وللا انت عايز بتخليها في الطبق سخنة ايه؟ عايزة خليها اااااا سخنة هتصفي بقى المية هل شفت? ادي اول كنتورن جماعة او سايد دايش نقدر نطلعه مع طبق زي الطبق بتاع. اه. طبعا. اه. طبعا. اه. طبعا جميل وخفيف كمان. كمان. يعني سهل او جمال. اه? اه سهل. حاجات انتي ممكن تعمليها في البيت. اه. ممكن تسلقي. طبعا مش كمية. حاجات بسيطة وتحط في بلاستيك تحطيها في التلاجة. عايزة منها بتطلعي. طلشا كده اه. لا يا سخنة. تسخلت سوايا. سوايا. برافيا يا كريم. حلوة. حلوة فكرة البعالي. شايف كريم تعبان جدا. بالمعالي. لا اصلا الحلقة النهاردة عارف انت المسألة اللي احنا دايما دايما نقوله في كازا حلقة اتقال. كانت بتقوله راشا الله يمسيها بالخير. لك لا يفت ومالك في المدينة. بالزبط. خلاص يعني انتو الكنين موالك. نفس المسألة. كده دي برضو هتسخن يا شكرا. برضو نفس المسألة برضو هي مستوية برضو. بتسخن. وبردو بتطلعها. نفس المسألة. برضو زيت زيتون. عايز بقى انا يعني. ممكن بقى كراط او بصر اخضر متقطر فيع. حط على الوش. دي بس دي ممكن تاخد لمون كمان. طب دي ممكن تبقى الفصولية بيضة. اه دي كنتور. اه. اه. اه تبقى فصولية حمرة. مسلا او ايه بصولية صودة. ولا هما مينة موجودة عندهم. لا هي فصولية بيضة. لا موجودة. بالعكس. اه. اكلات كتير بفصولية الحمرة. بس هي الكنتور اللي بيطلع بالفصولية البيضة. بالفصولية البيضة. اه. انا على ما اشاهف مطس. بس هي. بيشكل الحمرة في حاجة تاني. اه. خلص دي قبل بس ما تتكلمه وتسأله تاني عايز اخد بصة على البطاطس ايوة لانه اعتقد ان كده ايه تقريبا خلص اه خلاص انا ايوة اي انا احنا مش محتاجينها خلاص كده انا هوطي على دي كمان اه وطفي اه وتدفي كمان اه طبعا انه مش محتاجين ايه كده كده ايوة احطها لك في الطبق اه حطي ماشي بس اي سوك مكلبا لك تبريحيتها تجنل تبريحيتها تجنل الروز ماري ملوشي اه الروز ماري بس اه لا وهو حط مرمرية كمان انا باعشاقها انا عايزة شوكة شوكة انا ممكن اه لا لا ثانية واحدة ايه ايه احطها لك بس انا عايزة واحدة بس هدوه واحدة بس شوكة انا صح كده اتفانة بس انا خلت الاتفاق ما حصلش حاجة يا نهاري السود بعيتك على اول ناصية شفت يمك دي؟ سوخنة جدا اخذي اه هي سوخنة قوي تجنل حلو قوي تفضل الطبقة اهو انا اخذ الشوكة انا عايزة اعرف حاجة بقى وشف محسن كده بيحضرنا الطبقة التالت ممكن يا مجدي تدوق الماكرونا وانتي تدوق الكارتشوتو والطبقة بتاع مجدي يدوق الماكرونا ماكرونا بليز الماكرونا انا بالصبح اعايز ادوقها بصراحة يلا اتكل على الله هدي بلك بقى لشان ده طبقة لحاجزة بعد الحلقة ايه بقى مجدي وبعدين بصوا حتة السلمون اللي في النص بالديكوريشن دي بالكافيار تحفة بس اسيبها المرنين لا انا هلو اه ممكن سكينة ممكن سكينة اه اه اقول لي بقى كده اه اسامي الابباق برضو تاني مجدي يعني اللي انا حكه دلوقتي ده انتي باستو دي بريزاولا اوكي اللي هو الابتايزر بالباسترما الجرجير وزيت الزتون وعلي برمجانو أبجانو فجالو اه والoffs وده البريمو انتي دقتش هنا دقت البريمو اللي لا انا دقت البريمو انا دقت البريمو ضد الزتون يطور الفرفل يعني الفراشة فرفل يعني الفراشة البسطة على شكل فراشة بالسلمونة والكافيارة ودوت اللي هو الفراخ بالزتون البولو والوليبي فردي بالزتون الأقدر والبطاطس وطبعاً الكنتورنو بتاع مفروض طبعاً دوت بيتحط في طبق كبير المين كورسو مع اختيار من دولة كأسة الدشلي أو اختيارين حسب سياسة المطعم أو اللي هيعمل آخر حاجة يا جماعة من هنا شيف محسن واو الفاصولية العادية عطيت عليها ايه بقى؟ برضو ملح فلفل زيت زيتون عشاق الفاصولية طلينة برضو وبعالين دي برضو ممكن يتحط عليها يعني ممكن دي برضو تحط عليها تونة وطماطم وبصل أخضر يبقى طبق سكونة طبق كارد يعني كده يعني كده احنا لمينا يا جماعة طبق اثنين ثلاثة ثلاثة كنترنوهات أو ثلاثة سايت ديشز ينزلوا مع الأطباق المختلفة شوفنا في أول فاصل الباستيرما أو الابتايزر اللي تعامل عبارة عن باستيرما وبرميجانو تشيز شوف محسن قال انه ينفع يتعامل بكذا حاجة وشوف ماجدي قال انه ينفع يتعامل كمان بكورت كاتس تانية بعد كده شوفنا الفرفالة بالكافيار والسلموني أو السلمون طبق الجميل بتاع الفراخ بالزاتون الأخضر وشوفنا بعد كده البطاطس والسوتاي ومع الجزر والكوسة وبعد كده كمان البطاطس الرسطو أو الفصولية بالملح والفلفل وزيت الزاتون دي الحاجات اللي بتتقدم جمد الطبق الرئيسي المطبخ الإيطالي مطبخ غني جدا ومطبخ دلكت جدا أو راخي جدا مطبخ فيه أكل خفيف وأكل صحي وفيه درداشة كتير زي ما ماجدي قال ولما حلوة زي لمتنا دي ولما حلوة فيه حاجة بقى اللي احنا طبعا ما عمناشها عشان عارفين الناس اللي عارفين ان فيه الحلو ده اساسي في النات المينيو نفسه أو المين دي نفسها ان فيه الحلو ويطلعين بيعشاقوا الحلو زي الكريم كرامل بيبقى فيه الحلو في الآخر والكافي لازم الإسبريسو عندهم زي بقول ايه بيحبس بعد كده اساسي مشروب طلعين إسبريسو مش شاي بدهم جبنا زرت الحلو احدا جماعة عندهم غديبة جدا برضو ممكن بعد ما يخلصوا الأكل خالص بيأكلوا جبنا وفيه نوع اسببت بيكورينو هنا فرنسا برضه بيهضم بالنسبال المهضم يعني يقولك بيقوليش لبوك يعني عشان ينظف بوك بيأكل الجبنة دي عشان ينظف بوكه من كل الأكل العلق مدام آخر حاجة جبناها يا جماعة هي سيرة الحلو لازم نشكر الحلو بتاعنا النهاردة ضيفنا مجدي شرفنا دايما منوّرنا يا مجدي ومرسيها الطبق الجميل اللي عملك أنا ممسور نهاردة معاكم كل أكل اللي هاكله بعد الحلقة لازم أشكر نرمين زمالتي العزيزة بشكر شيف محسن اللي قام بتحضير كل الأطباق اللي انتم شايفينها باستثناء الطبق بتاع مجدي ويعني دخلنا ادانا كده انسايت أو ادانا نظرة مقربة لطبق أو ترتيب الأطباق في المطبخ الإيطالي بشكلها ايه؟ ازاي الناس دي بتاكل؟ ازاي الناس دي بتتكلم؟ ازاي الناس دي بتمارس التقليد الجميل والمطبخ الموثق اللي عندهم اللي انتشر في كل أنحاء العالم ياريت يكون مطبخنا في يوم من الأيام بهذا الانتشار لأنه طعمه أحلى وأحلى مقدارش أقول إنه أصح بس أكيد أحلى لأنه طعم بلدنا وطعم أكل أمي وأمه وأختك ومؤنس ومعز وبعز نشوفكم تاني بكرا إن شاء الله في نفس المعاد في برنامجكم استباحة على قناة ست البيت لسه في أفكار جديدة نحاول نجيبها لكم كل يوم تواصلوا معنا لو في حاجة عايزين ننزعها لكم أو نتكلم فيها وما تنسوش stay tuned على صفحتنا أو صفحة قناة ست البيت صفحة استباحة على الفيسبوك أو صفحة قناة ست البيت على الفيسبوك عندكم أي أسئلة بعتوه لنا وهن جود صباح الفرن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة